بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين سيداتي سادة المستمعين الأفاضل نلتقي مجددا في حصة المجلة العلمية مع انشغال آخر يهم الباحث وطالب العلم ألا وهو الكتاب والقراءة والتأليف والنشر العلمي والذي سنخصص له الجزء الأول اليوم الجزء الأول منه للكتاب والمقرؤية ونتشرف باستثافة السيد خادم المقصدين الشريفين القراءة والكتاب المشرف المتميز وطنيا ودوليا على تحدي القراءة الدولي والذي يعمل على غرسه في عقول أبنائنا الدكتور عبدالقادر إبراهيمي أهلا وسهلا أهلا وسهلا والذي عرفناه من خلال دروسه التعليمية عن بعد على قنوات التواصل الاجتماعي خلال سنوات الوباء وعرفناه يرافق أبنائنا في تحدي القراءة العربي الأستاذ إبراهيمي عبدالقادر أستاذ تعليم الابتداء في مدينة الجلفة دكتوراء في السردية وتحليل الخطاب ابن مدينة الجلفة الحاصل مؤخرا هذا الشهر على لقب المشرف المتميز لمشروع تحدي القراءة العربية المنظمة من طرف دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الشيخ محمد بن راشد المكتوم والذي حضي مؤخرا بتكريم متميز من طرف السيد وزير التربية الوطنية السيد عبدالحكيم بالعابد على مستوى وزارة التربية الأستاذ دكتور عبدالقادر أبراهيمي أهلا وسهلا نتشرف باستضافتك اليوم في المجلة العلمية أهلا وسهلا بسم الله والحمد لله رب العالمين على وجودي مع شخصية وقامة علمية في حصة أثيرية متميزة بالنفع العلم البحثي ممثل في شخصكم الفاضل سيد الكريم شرف لي كذلك بوجودي أمام مسامع متابعي هذه الحصة نسأل الله الإفادة والاستفادة إن شاء الله أستاذ إبراهيمي نعلم أن تبدأ عوامل الحضارة والنهضة لدى شعوب بالاهتمام بالماضي وكشف الحقائق وربطها بالحاضر وأي أمة لا تكون لها صلة بماضيها لا تستطيع احترام حاضرها أو صناعة مستقبلها تراث العلم الموجود العالم الآن تكون لبنة لبنة على مدى عصور عبر جهود مذنية وتضحيات عظيمة قدمها العلماء والباحثون من أجل نمو وتطور الفكر البشري قديما اعتمد المصريون على البابليين واعتمد الإغريق على المصريين واعتمد الرومان والهنود على الإغريق وبعد ذلك أخذ العرب المسلمون عن كل هؤلاء وأخذت أوروبا علومها عن العرب المسلمين لذلك لا يجب أن نخجل اليوم إذا أخذنا علومنا وتكنولوجيا الحديثة عن الأوروبيين أو الأمريكان أو الصين أو اليابانيين الجهود الفكرية بصفة عامة هي ملك للبشرية وهي موثقة في الكتاب الذي سنتكلم عليه اليوم أستاذ كبداية لهذا النقاش إن شاء الله في المجلة العلمية هل يمكن أن تشرح لنا مهارة القراءة ومكانتها في تاريخنا العربي الإسلامي؟ بكل تأكيد إن الحديث عن القراءة بين المكانة والمهارة في تاريخنا وأثرنا الإسلامي هي بالأساس مهارة تحقق نماء شخصية الفرد وذاتيته كما يقال عنها مجازا أنها غذاء الروح والعقل نعم والفكر كما يقول عباس محمود العقاد فكلما تعلم الإنسان في الحقيقة وقرأة زاد عمقا في فهم الحياة من حيث المكانة فمكانته القراءة محفوظة جليلة في الإسلام منذ نزول جبريل عليه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء بأمر رباني من الله تعالى مباشرة بقوله في صورة العلق اقرأ حيث أن هذا الفعل أو فعل الأمر هذا هو تشريف بحد ذاته للفعل القراءي وهذا أكبر دليل على أهمية فعل القراءة كما كان كذلك للصحابة مكانا كبيرا لا سيما من يجيد منهم القراءة والكتابة وليكون من كتاب الوحي أتذكر في مأثورنا وأثرنا الإسلامي أنه في غزوة بدر قايض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الأسر المشركين الذين يجيدون القراءة والكتابة بتعليم عشر من المسلمين مقابل فك أسر ذلك الأسير نعم لهمية القراءة في حياة الإنسان القراءة في الحقيقة لها أهمية إن لم أقل لها فوائد مذهلة جمة فهي تكوين للشخصية الإنسانية على العموم وليس العربية على وجه التحديد فهي طبعا تعمل على تقوية الوصلات العصبية بتطوير القدرات الدماغية المساهمة في التواصل والتخيل فعل القراءة سيد الفاضل عند ممارسته يقوم المخ هنا بعمليات عديدة من تخيل وتحليل وتفكير وتأميل كل هذه القدرات القرائية تعمل على تنمية الفكر التأملية بإضافة إلى ذلك القراءة تعمل على توسيع المدارك وتعلم المضامين المختلفة من أدب وفقه وتفسير وعقيدة وعلوم شتى كذلك من المكاسب والمغانم القرائية أنها تخلص الإنسان من المشاعر السلبية نحو القلق والاكتئاب كذلك تقوية الشخصية فمن يقرأ أكثر يستطيع النقاش في أي مجلس يتوازد به كما هو العرف في مجالسنا المجتمعية الحديث لأهل الحديث والخطابة لأفرسانها استذكر هنا حكما حول القراءة أو الكتاب حينما نقول القراءة هنا نعني في الحقيقة الكتاب لأن فعل القراءة هو فعل ممارسة والمقصود هنا هو القراءة والمقصود هنا بتفصيل أدق هو مداعبة هذا الكتاب الذي قيل فيه الكثير نحو أنه نعم الجليس نعم الأنيس نعم القرين نعم الدخيل نعم النزيل كل ذلك يحيلنا إلى أن أن المجد ليس في القراءة كتب الأجداد فقط ولكن المجد الذي نسم إليه أن نكتب نحن سطرا أو أسطرا يقرأها الأحفاد ففي الحقيقة فهم القراءة أو فهم الكتاب هو فهم الحياة نعم يعني نستطيع أن نقول أن القراءة هي غريزة في الإنسان منذ خلق السماوات والأرض وما بينهم يعني الإنسان كان يقرأ قبل ظهور الإسلام طبعا هي فطرة مكتسبة وهي نغة تخاطب ما بين الشعوب طبعا فعل القراءة هنا حينما نتدارس أو كما تدارسه الأولون من أهل الاختصاص فعل القراءة له عدة زاويات نظر ننظر إليه من الفعل في حد ذاته وننظر إليه من صاحبي الفعل وننظر إليه من زاوية المفعولية نعم فالفعل القراءة هنا هو تقوية وفطرة مكتسبة بالتعلم بالتعلم نعم يعني كانت بدايتها قبل ظهور الكتاب المكتوب الحالي حتى القراءة كانت أيضا على مستوى كما قلت المصريون نقلوا علوم البابليين عن طريق كتابات تركها البابليون يعني كانت لغة ما بين الشعوب رغم تفاوت العصور فيما بينهم هي فاعلية والإغريق أخذوا عن المصريين نعم والرومان أخذوا عن الإغريق ثم بعد ذلك العرب المسلمون أخذوا عن كل هذه الشعوب عن طريق ما تركه لهم من كتابات يعني يمكن القول أنها غريزة فطرية تواصلية توارثية ما بين جيل وجيل ما بين حضارة وحضارة ما بين قوم وقوم بغرض تواصلي بغرض تثاقفي بغرض بغرض حتى العلاج كما ذكرت أكيد بعض علماء النفس استعملوا قراءة لعلاج في صام الشخصية هذا ما نسمع عنه بزاوية تاريخية أيضا إثبات للتاريخ يعني القراءة في الحقيقة الشخصية والشخصية متشعبة التنامي والأضراف نعم أستاذ انطلاقا من كلمة القراءة قراءة ماذا؟ قراءة النص وقراءة العلاقة ما بين النص والقارع هل يمكن يا أستاذ أن نريد أن نولوج إلى عالم هذا النص والقراءة القراءة وإيجاد مقاربة ما بين النصوص الإبداعية يعني النصوص الإبداعية الأدبية وما بين الإنتاج العلمي الآخر الذي هو الكتابات في الهندسة في الطب في الفلك في الشريعة في الفقه يعني هل هناك مفارقة بمقاربة ما بينهم طبعا الحديث عن عالم النص وعالم القراءة وتقابلهما في الحقيقة هو حديث ليس بالجديد هو حديث أهل الاختصاص وسال الحبر الكثير في ذلك الموضع والمضان يبقى النص نصا لكن في الحقيقة المتغير عادة هو القراءة أو ما يسمى بقل قراءات تلك القراءات المتعددة في الحقيقة يبدو الإجماع على أن ليست هناك قراءة نهائية ثابتة للنصوص لا سيما النصوص التاريخية والنصوص الأدبية لاختلاف المشاربي والاختلاف الثقافات سواء من جهة الصاحب المضمون الكاتب أو ما يسمى بالكاتب والطرف الثاني وهو المتلقي والطرف الأصل وهو الرسالة يعني النص كمضمون فهناك على مستوى مثلا أكاديمي أو تعليمي هناك تسمية للقراءة يمكن أن نقول أن هناك قراءة شفوية قراءة سمعية ما يسمى الآن بفهم المنطوق وفهم المسموع هناك قراءات سواء كانت دالية أو مدلولية ففي الحقيقة تعتبر إجمالا هذه القراءات عبارة عن شكل من أشكال دوال التعبير كما يقول الأديب والكاتب والناقد عبد الملك مرتاب القراءة والكتابة حينما نتحدث عن هذه المتلازمة فتتعدد الوجهات من حيث منطق الزاوية النظر إذ نقول هنا قد نرى القراءة بمنظور صاحب النص وهو الكاتب ومعطيات أخرى ترجع إلى بيئته وغيرها وقد نقول متابعة النص كما هو الحال ونظر المناهج النقدية الحديثة والقديمة في معالجة النصوص يعني هناك كلام كثير قيل وسيقال وما زالت تجديد إلى يومنا هذا حيث بين ليلة وأخرى نسمع بتوجه جديد وطرح جديد ورؤية جديدة وهذه هي في الحقيقة اقتباسات متداخلة وتلاقحات متداخلة منذ الوجود الإنساني حتى بل ما قبله إلى أن يرث الله الأرض وما عليها لهذا الفعل الذي هو بالأساس مهارة تختلف من فرد إلى آخر يعني هي وسيلة لإيصال معلومة معينة هذا في الانتاج العلمي نتكلم عن الانتاج العلمي هناك كتب لا تحتوي على نصوص تحتوي على رموز فقط رموز تفهمها كل شعوب وهناك كتابات أو نصوص نستطيع أن نصنفها في الإبداع الأدبي هذا بما أردت الوصول إليه يعني مقارنة هذا المقاربة ما بين ما هو إبداع أدبي وما هو إنتاج علمي تتوارثه الشعوب فيما بينها يعني حتى الإبداع الأدبي تتوارثه الشعوب فيما بينها لا تهم لغة الكتابة ولكن يهم المحتوى الكتاب في حد ذاته وبقدر ذلك كذلك الجانب التواصلي هنا الجانب التواصلي ما بين البشر ما بين البشر بهذا يقودنا إلى التساؤل آخر يعني هناك في القراءة ماذا نجد؟ نجد الكاتب الذي يكتب النص نجد النص ونجد القارئ عندما نضع هذه الثلاثية وجها لوجه هل يملك النص أو الكتاب الذي نقرأه قيمة بذاتها أم تقوم هذه القيمة على الكاتب الذي يكتب هذا النص من وجهة نظر القارئ تعددت الرؤى في الحقيقة حول سلطة النص أو تسلطه نعم وثلاثية الجامعة ما بين النص والقارئ والكاتب في الحقيقة هناك تداخلات ثنائية وتداخلات ثلاثية وتداخلات جامعة بين الأطراف وأطراف أخرى فحينما نقول القراءة كمفردة هناك قراءة القراءة وهناك ما بعد القراءة نعم لما نعود للنص بالنسبة للنص هناك نص صالح بأزمان متعددة لا يراعي الزمنية في هذا الموضع نعم وهناك نصوص آنية فمن النصوص الآنية في الحقيقة مع لا سبيل المثال وهو حديثة حديثا في وسائل التواصل مثلا فيسبوك تلك التعليقات وتلك الأهات وتلك المشاعر وتلك وتلك هي في الحقيقة ما هي إلا نصوص آنية نعم ذات صلاحية محددة بينما النصوص تقصد الشعارات والكتابات نعم بينما النصوص القيمية القيمية فكرية علمية أو أدبية أو من مولوث شعبي أو من مولوث أكاديمي مقنن بقواعد النحو والصرف وغيرها في الحقيقة وطغيان العالم الروايي أو العالم السيرة أو قصة أو حكاية أو من هذه المفاصل الحكائية في الحقيقة التي تدور كلها في فلك الحكاية النصوص تختلف فحينما نراعي في العصر الجاهلي نصوصا وكأني بها حي اليوم وهنا يطرح السؤال ما سر حياة هذه النصوص رغم أن مؤلفها كأنها مخلوقات يعني ميت هنا في الحقيقة قد يرجع السر إلى ابتعاد زمنية و أن الكون الإنساني هو ما هو إلا تجارب ربما قد تكون متكررة نعم فالفطرة الإنسانية فيها من التكرار وفيها من الثقافات أحيانا ما نستشعر بأننا قمنا بشيء أو الخيلة الذاكرية أو هذا في الذاكرة تسترجع لنا أشياء وكنصوصا وكأني بها قد اطلعنا عليها سابقا ونحن نعودها أستشهد هنا في قول أحدهم أنه كتب نصا وهو في الحقيقة إنسان ذو ثقافة عالية وذو مهارة قرائية مكتسبة من خلال فعل المطالعة فإذا به يتفاجأ بأحد نصوصه أنه ذكر منذ قرون نصه الحالي استدرج من خلال مقارنات فوجد نفسه أما أن نصه وكأنه حدث هناك تناص نص يكتب الآن في زمن الآن نعم مثلا الفين واثنين وعشرين يجد نفسه أو القارئ يحيله إلى أن هناك هذا النص قد كتب سابقا وهناك لا توجد علاقة ما بين الفترة الزمنية وما بين هذا الكاتب وهذا الكاتب ولكن في الحقيقة هناك علاقة علاقة اللفظ الإنساني اللفظ التاريخي المتوارث كما يقال بالفترة يعني هل هذا يعود إلى النظرية المشهورة التي تقول أن التفاعل القارئ مع الكتاب يعني درجة التفاعل القارئ مع الكتاب التي تبدأ بإدراك الحواس التي هي النظر والقراءة والتفكير ثم بعد ذلك إلى اللغة إلى مرحلة اللغة التي كتب بهذلك النص ثم تفسير النص على مستوى العقل للإنسان ثم تأويله على مستوى عقله ثم أخيرا تأتي المعايشة الفعلية يعني يعيش ذلك النص بعد فهمه وبعد تأويله هذا ما يؤدي به إلى معايشته الفعلية رغم قدم هذا النص طبعا لأنه هنا ما تفضلت به يدخل في إطار قراءة أولية وقراءة ثانية قراءة الأولية يدخل فيها القراءة السمعية النظرية التخيلية التفكيرية النقدية الأنية وقراءة ثانية كما يقول بدل أن نقول إن الغرض يسبق وجهة النظر نقول إن وجهة النظر هي التي تخلق الغرض كما يقول لساني ديسوسير أو بمعنى وتفسير آخر القراءة هنا في الحقيقة عملية التفسير ما هو أعلى وهو النص إلى ما هو أدنى بما يسمى القراءات المتعددة العلاقة ما بين القارئ والنص هي علاقة تثاقف علاقة بيئة علاقة تجانس وإلى وإلى حد وإلى حد ما يقع بين قارئ وقارئ اختلاف لاختلاف مكتسبات كل قارئ الثقافية والفكرية وحتى مكتسباته بالفطرة هنا في الحقيقة الشامل الجامع العامل المحفز هو هذا الفعل الذي هو مضمون جلستنا هذا هو مضمون فعل القراءة القراءة جمعت ما بين ثلاثة أقطاب بين نص منتج وصاحب نص قد يكون غائبا وبين مستمع يتميز بالذوق وهنا مسألة الذوق في الحقيقة تحلنا إلى إحاد من قارئ إلى آخر وهنا نقصد بالذوق الذوق الذي يبنى على مهارات ثقافية أو قرائية أو أكاديمية وغيرها هناك هناك فرق ما بين الذوق والوعي والوعي هنا يقود هذا إلى التساؤل عن الفرق ما بين القارئ والكاتب القراءة والكتاب هل هما متوازيان أم متقطعان هذا الخطان أين يلتقيان أين يكمن الوعي هل الوعي لدى الكاتب أم لدى القارئ ومتى نصل إلى درجة الوعي المطلوب الذي يريده الكاتب من القارئ طيب هنا هذا التساؤل في الحقيقة بعيدا عن الذوق طبعا طبعا من حيث أذى القراءة والكتابة وتساؤل جميل ومتميز متوازيان أم متقطعان لكن هنا بين قوسين لا بد أن نذكر أن الكتابة هنا نقصد بها الكاتب والقراءة الكتاب نفسه يلاحظ في الحقيقة وفي البداية أنهما منذ الوهلة الأولى أنهما متوازيان ذلك أن القارئ أو القراءة الأولى متعددة القراءات قراءة وهمية قراءة تخيلية قراءة قصدية أو قراءة بصرية كذلك قراءة عاقبية كلمة كلمة جملة جملة نعم لكن إلى أن نصل إلى مرحلة تقاطع نخرج من التوازي إلى أن نصل إلى مرحلة تقاطع وذلك ما يسمى بالمرحلة الثانية يتجلى هذلك التقاطع لا سيما من حيث زمنية أو زمن القراءة وزمن النص وتلك الوصلة السريعة في التقاطع بينهما ذلك ما يحيلنا إلى تساؤل نتركه إلى المستمع الكريم هل نحن نكتب لنقرأ أم نقرأ لنكتب لنقرأ لنكتب هذا السؤال سؤال يبقى مطروح سؤال يبقى للمستمع الكريم مع قرارة نفسه كقارئ أو ككتب كقارئ هل نحن نكتب لنقرأ أم نقرأ لنكتب لنكتب يعني عندما قلت نكتب لنقرأ نكتب لنقرأ هذه مفهومة مفهومة لكن نقرأ لنكتب تقودون إلى سؤال آخر لهو نقرأ لنتعلم تعبير يعني نجد دائما محبي القراءة لديهم شخصية مستقلة شخصية أقوى من شخصية الذي لا يقرأ يعني هل القراءة السؤالي هل القراءة تساعد على بناء شخصية الفرد القوية وما هو دور يعني دور المجتمع أو دور المسؤولين اللي هو المعلم والأستاذ والولي في تحبيب القراءة للأبناء يعني للدارسين وما هو يعني الوسائل التي يستعملها الأستاذ والمعلم والولي يعني توفير القراءة لهذا الجيل لبناء شخصية قوية لهذا الجيل يعني يصبحون يستطيعون التعبير نعم في الحقيقة الأمر يبدو جليا والغاية الكبرى للتعلمات أو ملمح خروج التعلمات القرائية هو أن يكون هذا الولد مدام ذكرت الجانب التدريس من أهم الملامح الأساسية أن يكون هذا الولد قادر على الإنتاج بحد ذاته أو ما يسمى بالإنتاج الشفهي والإنتاج الكتابي الموسوم مسبقا بالتعبير الكتابي ذلك يحيلنا إلى إلزامية تعلم مهارات قبل الإنتاج الكتابي والشفهي مهارات تتعلق بالجانب الكتابي ككتابة حروف كلمات وجمل ومواضع الفواصل وغيرها كذلك مهارة مهارة الجودة من تناسق لفظ معنوي مهارة وجهة النصوص في مجمل إنتاجها ومهارة أخرى هي التفكير الإبداعي وآليات تنظيم وتجسيده على شكل إنتاج فتعبير الكتابي هو من أهم غايات التعلمات والمناهج التربوية لسي ما في مناهج تخصص اللغة العربية الغاية كلها خمس سنوات تدريس لأبنائنا لا بل إضافة إلى ثلاثة وثلاثة في الطور الثانوي في المتوسط والثانوي نعم لا بل نأمل أن يكون التعبير ذا قيمة ورمزية عالية وإبداع وإنتاج حتى في تعليم الجامعي لا بد أن يمر هذا المنتج قبل أن ينتج مضمونا على مراحل عدة نعم أهمها الجانب اللفظي المعنوي اللفظ ومعناه وموضعه وسياقه فكل كلمة تتطلب معنى بالضرورة لا بد لها من سياق نعم فكل جملة تتطلب دلالة معينة لا بد لها من تموضع في نص هنا ترتيب الأفكار وترتيب الجمل وترتيب المفردات عند ذهن هذا التلميذ ليست بالنظرية فقط ولكن بما يسمى بالممارسة الفعلية التطبيقية وهذا العمل لا يرجع للمدرسة وحدها لكن هو عمل جمعي ما بين أسرة وأساتذة أساتذة ونظام بداغوجي تربوي مستهدف بأهداف تدريجية وليس بأهداف إسقاطية عشوائية هنا نعود إلى الفعل القراءي في التعبير الكتابي فالفعل القراءي هنا من مظاني التعبيري أنه يعمل على توسيع المدارك وتعلم المظامين المختلفة نعم مرحب نعم ذكرت الأسرة والمدرسة والمجتمع طبعا والمجتمع كذلك يعني حسب تجربتك في مشروع تحدي القراءة العربي مع الأجيال التي عملت معها وهذه الأطفال هل وجدت الأسرة والمدرسة والمجتمع يعني هذه الثلاثية التي تشارك في تفعيل القراءة لدى الطفل ولدى القارئ بصفة عما هل وجدت وسائل ميدانية مثل المكتب المنزلية التي من المفروض أن تكون موجودة في كل بيت مثل المكتبات العمومية هل لها روادها يعني الروادها يعني النوعية والعدد يعني النوعية والكمية هل هناك مكتبات في المدارس مفعلة للتلاميذ يعني هل هناك تحبيب للقراءة على مستوى المدارس يعني بعيدا عن الكتاب الرسمي يعني الكتاب البداقوجي الرسمي الذي يستعمله الأستاذ للتدريس طبعا هنا تحيلني إلى مطالعة بصفة عما أعرض في الحقيقة تجربتي مع تحدي القراءة العربي الذي هو في الحقيقة ولا شك أنه جزء من حياتي الخاصة تحدي القراءة العربي لما رأينا فيه من أهداف وغايات سامية ترتكز على تفعيل المقرؤية ضد ذلك الخمول والجمود الذي لاحظناه لدى أبنائنا نعم حينما رأينا أن الغالبية اتسقت واتجهت نحو عرض ما يقدم لها فقط يعني بضاعتك ترد إليك من في خلال التعلمات وخلال نمط الاختبارات وكأن الفعل القراءي والقراءة والمطالعة في الحقيقة تم التذيق عليها إلى حد ما ذلك ما جعله مثل هذه النشاطات التحفيزية الجانبية تثري هذا المضمون من خلال عدة خطوات تجعية للفعل القراءة كتحدي القراءة العربي تحدي القراءة العربي على مستوى ولايتنا الجلفة يعني كتجربة محلية وكتجربة وطنية وكتجربة عربية طبعا تجربة محلية وعربية طبعا من العنوان التحدي لا شك أن العنوان يختزل كثير من الكلام هناك صعوبات حقيقة نعترف بها هناك تحديات سواء كانت فطحية أو مختصبة هناك جوانب كذلك تحدي الجانب التوزيع المخطط الزمني للأبناء فهناك من الأبناء ما يهمه برامج التعليمية فقط لكن نحن نسعى إلى تثمين العمل القراءي وجعل هذا التلميذ إلى حد ما تلميذ موهوب قادر أن يتصرف في وضعيات المشكلة من خلال وذلك لا يتأتى له إلا بكثرة المطالعة إلا بمحبة المطالعة وتخصيص وقت للمطالعة وهنا أخص بالذكر مسامع المستمعين الكرام أو توصية لهم على تحبيب وتخصيص جانب من الوقت لأبنائهم وفلذات أكبادهم وفلذات أكبادنا على تجيعهم لحب القراءة ولو سطر سطرين جملة جمل قصة صغيرة نعم فكرة قضية بسيطة يعني خير من أن لا يكون ذلك يعني الفعل القراءي وجب تثمينه وجب المطالعة والمطالعة ليست في الحقيقة بالأمر الصعب وبالأمر مع توفر الكتاب ورقي وكتاب الإلكتروني وكتاب الإلكتروني وحتى الكتاب يمكن القول الكتاب يعني على شكل المرء المسموع المصدوج نعم يعني هناك كل شيء متوفر طبعا طبعا موجود كل شيء ومتوفر كل شيء لكن يبقى ذلك التحدي وهو متى نبدأ متى يبدأ هذا الطفل نعم أو هذا القارئ بدون إعاز نعم ذلك ما نسع إليه يعني حب القراءة هو من حبي فحينما نقرأ في الحقيقة نحن نقرأ لشخصية ليس للشخصية بحد ذاتها وإنما لنقل آهات وتجارب ومشاعر وحكم وا 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 أو ثقافة أو تاريخ أو إفادة واستفادة فحينما ندعب ورقات الكتاب سواء كان إلكترونيا طبعا أو ورقيا وأنا شخصيا أميل إلى الكتاب الورقي لخصوصيته وعلاقته ولعدم نسيانه في الحقيقة الكتاب الورقي من إيجابيته أنه هناك أشياء نستذكرها ولو بالملموس نعم هذا ما تكلمنا عنه يعني قلنا يجب توفير مكتبة منزلية ورقية على مستوى المنزل يعني تبقى عادة يتوارث هالأبناء الأجيان ولو بالقليل ولو بالقليل جانب آخر في التلميذ الصغير يعني اكتشاف المواهب اكتشاف الميولات وتنمية هذه المواهب يعني هناك من له ميول للقراءة والكتابة الكتابة الإبداعية وهناك من له ميول أخرى لمطالعة الكتب التي توسع عقله أو في بعض الأنواع من العلوم التي يميل إليها هو يعني هذا الجانب في الحقيقة يتحمله الطرفين المربي وولي التلميذ وولي التلميذ يعني فالأصل إذا كانت هناك رغبة اكتشاف مواهب تلميذ واكتشاف قد لا يتجلى للمربي بحكم انغماسه في نشاط التعلم في مهمة أكاديمية أكاديمية بداغجية نعم يمكن للولي أو الوالد أو الوالدة أن توضح ذلك ولو بمراسلة خطية ما في مشكلة هنا إلى الأستاذ وأحاطته نعم برغبات والرغبات سواء كانت المرغو فيها أو الممنوعة الممنوعة التي يرفضها تلميذ يعني التي يرفضها تلميذ طبعا هنا من حيث الجانب الإبداعي في الحقيقة الطاقات والفراسة عند الولي أو المربي هي من يعني تشتهد أو من يعني تستثمر نعم في تلك الطاقات الكامنة لدى أبنائنا نعم يعني من أجل سقل هذه المواهب بالقراءة دائما القراءة دائما هي التي تسقل هذه المواهب سواء كانت إبداعية أو كانت في الحالتين إبداعية سواء كانت إبداع عدبي أو إبداع علمي سقلها لا يكون إلا بالقراءة طبعا أستاذ إبراهيم عبد القادر نستسمحك لأننا عطلنا عليك هذه النقاش يعني هل من كلمة أخيرة توجهها للمستمعين وأبنائهم وخاصة المربين أستاذة والمعلمين طبعا على كل مستويات الإبداعي متوسط وثانوي وجامعي في الحقيقة سأكون بكلمة شاملة هنا في هذا الموضوع حينما نضع مجدا وهدفا في كما قلت قبل قليل أن نسعى إلى أن نقرأ ويقرأ علينا أن نسعى إلى ولو كتابة سطر كما قلت أو جملة أو مضمون أو مؤلف يقرأ من أحفادنا فذلك يحيلنا إلى أنه لا بد من استثمار الفوائد المذهلة للفعل القراءي والمطالعة ولا بد من العودة إلى الكتاب أنصحوا أبنائي وبناتي على كل مستويات الأطوار طبعا كل فئة ومكتساباتها وتقديراتها العلمية ووفق ما يتوافق من اختيارات تناسب الفئات العمرية للأبناء نعم شكرا على هذه الخاتمة إن شاء الله أستاذ عبدالقاد المراهيمي نشكرك شكرا جزيلا على تفضلك بتشريفنا في حضور هذه المجلة العلمية وندعو السادة المستمعين إن شاء الله في إطار عدد مخصص للكتاب والقراءة ناقشنا فيه القراءة والكتاب مع الدكتور إبراهيمي عبدالقادر وإن شاء الله سنناقش موضوع له علاقة بالكتاب والقراءة اللي هو التأليف والنشر العلمي الأكاديمي وكتابة المقالات والمجلات العلمية والكتب بصفة عامة يعني في كل المجلات سنصدف إن شاء الله سيد مدير نشر على مستوى جامعة الشهيد زيان عشور بالجلفة في حلقة قادمة إن شاء الله ونلتقي في الحلقة القاتمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته